السلام عليكم لبنات سلام حبيباتي وشراكم مشاركة تكونوا كامل بألف خير صحة صيامكم وصحة رمضانكم نوصلوا دائما مع الوصفات الرمضانية اليوماني راح نشارك معكم تاني الطباق قمة في البناخياتي احنا نشوفوا هاد المملحات راح تكون بدون لحوم بدون دجاج مقبل ما نشوفوا التفاصيل نسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأوا على بركة الله في الوعاء ديالي حطيت كاس واربع تعمى يكون دافي نزيد عليهم مغرفة كبيرة تع السكر مغرفة كبيرة خاميرة الخبز الفورية نخلطهم شوية بالفوي اليداوي نخلهم يتفعلوا حوالي دقيقة واللازوج قسمة يدوب هادك السكر والخاميرة هادك تاني يدوب وبعدها نزيدوا عليهم كيما كتوفوا معايا اربع كاس تعزيت نكملوا هكذا نضربوا بالفوي اليداوي عندي مغرفة كبيرة تع حليب بودرة الى ما كانت بتوفرة ممكن تستغنوا عليها وممكن تعوضوا هادك الكاس تعلمى اللي درنا في الاول ممكن تعوضوه بالحليب ودغت تاني مغرفة صغيرة تع الملح والملح راح يكون علي حساب الدوق عندي هنا حبة بيض البياض نديروها في العجينة والصفر نحتفظو به لدوق نكمل هكذا ندرب كامل هاد المكونات معا بعض بالفوي اليداوي ودوكا نروح نجمعوا العجينة دينا بالفارينا نبدأ ونزيدو في الفارينا شوية شوية مع مغرفة صغيرة تع خميرة الحلوية ما تكونش معمرها بزاف وهاد العجينة خياتي ما تحتاج لا عجن ولا دلك حتشوفو معايا خياتي لانا حين يعني نخدموها غير بلاس باتشو البرك المهم بدأو نزيدو في الفارينا شوية بشوية حتى نتحصلو على العجينة اللي تكون طرية بزاف وتكون تلسقو هذا هو السر ناجح تع هاد المملحات هادوما والسر تع الخفاء ديالهم اكشتو معايا العجينة خياتي راه يتلسق في الاخر كامل دلت لها رشاتع زيت الزيتون هاكدك شغل باش تنطم برك معايا مليح كيما كتشوفو معايا راني سقن فيها برك بلاس باتشو يعني يدي ما حطيتهاش في هاد العجينة هادي غطيت العجينة ديالي بفيلم أليمانتا ونخلوها هنا يا حتى يعني تخمر ولا شوفوها ضعفت في الحجم ديالها ومبعدها باش نشكلوها هادك الوقت انا يا قلت نبروفيتي نشوف يعني ندور معا شغلي رحت للصال ديبان لقيت عندي في سلة هاديك شوية حويجات كانوا دوشي ولادي أسامة وعبد العازيز انا رميتهم داخل لاماشين استعملت لايف هادا اللي راهو بالريحة تعلف خونبواز من شفاء اذا كان لقيتوه في السوق وجربته لبنات يعني صدقوني بعد ما تحلوا الباب تعلاماشين ديالكم كيتكمل لغسيل راح تشموا واحد الريحة من أرواع ماياكم انتمنى ان شاء الله تجربوه ويعني تستمتعو بهذا الريحة لهاي لاف الحويجات ديالكم يعني راه غانية عن كل تعريف ريحتو ما شاء الله ويخرج روعة وتاني اقتصادي يعني حتى في السعر دياله وهاد البيضون تعزجوا لي ثلاثة ونص ولهذا كتاعة ثلاثة ريثلات يعني راح يشد معاكم مدة أطويلة كي ماشتوا معايا أنا دلت غير بوشون لانه يرغون تاني ما شاء الله ويخرج روعة من الحويجة التاني سبقت قبل تاني كان عندي المسيو الشرط ليليو مع السحور المسفوف ولا طعام بزبي هنا جبت الطعام ديالي طعام هادا اللي كنت شاركته معاكم شريته من عند باب الدكة هاداك الطعام الرقيق يعني يوالم للمسفوف وكامل هاد الطعام هادا بما انه راه مفتول في الدارة وتعليد غسلته مليح مليح عند العين ومن بعدها خليته يتشرب وهنا العجينة ديالي راه يتضعفت في الحجم ديالها نحو نحضروا لها السلصة تحها هنا في هاداك الوعاء هاداك حطيت نص كاس حلي بيكون بارد مليح مليح نزيدو عليهم غرفة كبيرة تاع الجبن عندي سنينة تاع التوم وعندي كاس تاع الزيت ونبعد نجيبو لبغا ميكسوغ ديالنا ونضربوهم كيما نديرو المايوناز نبدو نضربو قبل التحت ونبعد نبدو نطلعو بالعقل بالعقل في لبغا ميكسوغ ديالنا حتى نشوفوها راه اختارت وعقدت وتولي عندها القوام الكريمي كشغل يعني القوام تاع المايوناز تماما خياتي هاي لك هنا يا يعني العملية هادية ربي تاخد لكم حوالي دقيقة بك اهنا يادرت لها شوية تاع فلفل لكحل شوية تاع الملح من كتروش لانو درنا الجبن ومبعدت شوية من توابل تاع الجبن التوابل اللي نديروهم فليق غاتا وكامل يعني توالمو مليح مليح وفي الحاجة اللي نديرو فيها الجبن حيعطونا بنا بزاف هاي لخاصا اذا كنا مدرناش كمية كبيرة تاع الجبن هي هاديك توابل احتعوض لنا البناة تاع الفورماج شيتو معنا عند باب الدكان ان شاء الله تلقاوهم انتوما عند لي بيعوا التوابل ولا تحبوه الممكن تلقاوهم عند باب الدكان ومبعد هنا وليت العجينة ديالي تشوفو غير كشون دي قازي وها حاجة خفيفة من نحاولو ما نخرجو لهاش كامل الغازات ندهنو يدنب شوية تاع الزيت انا استعملت هنا زيت الزيتون وبعدا نقرصو العجينة ديالنا كشون ران نديرو في المسمن ونشكلو هاد لي بولت ولا هاد الكويرات هاكدا نحاولو نديروهم شوية صغر في الحجم انا صراحة نكبرتهم شوية مي صغروهم شوية باش الحجم تاحهم يجي شباب ولانو تاني ران فيهم الخاميره ران راح يضاعف الحجم ديالهم نشكلو هاكدا كامل كويرات تنكملو كامل العجينة ديالنا هنا خياتي شوفو مديروش كيما درت انا في اللول حطيتهم كامل هاكدا ولكن يعني سنيوه ما كفيتنيش ومبعد يعني نقصت حبات خليتهم وحدهم والحبات الاخري نكملتهم هاكدا يعني هاكدا باش يخمرو في غردهم ويلقاو يعني لي تسعبه شي طيبو اهنا يا اه درت كشغل حفرة في الواسط كيما شتوني نخلو الاطراف كشغل شوية عالين ونعبزو في الواسط دهنت الاطراف بسافار البيض هاده كلي خلينا نزيدو شوية برك حليب وندهنوهم عالجوانب نحطو وش نحبو جلجلان سانوج غان دو بافو اعشاب عطرية يعني وش يكون توفر عندكم بالنسبالي انا درت شوية جلجلان ودرت شوية اعشاب عطرية وبعد اخديت هاديك السلصة اللي درناها مع بعض عمرت فيها هادهك الواسط نزيدو من فوق شوية تعالجبن المبشور هناز ترشة تعالمعدنوس المجفف من فوق هاكدا وهاد الفطائر تاو عنادو كراهم موجدين ما بقالي برك ندخلهم للفرن هادو كراهم يكون ساخن جدا على درجة حرارة 190 الى 200 درجة مئوية نخليوهم اي طيبو هنا رجعت له هادوك 3 حبات ثانية اللي بقاو لي درت هم في هاد دسنيوه صغيرة هاكدا نكمل حتى هم نشكلهم بنفس الطريقة اا لوتون اللي طيبو لي المملاحات ونشوفوهم كيفاش يخرجو البنات اا راني رايح نشارك معاكم واحد الطابق رئيسي بزاف ابني نقترحو عليكم اليوم خاصة اني رايحي حيرا واش طيب ان شاء الله يعني انا رايح انفيدك حبيبتي ناخدو تنيجرا نحطو فيها شوية زي نزيدو معاها شوية سمن انا استعملت سمن تعلواليما هنا كنت رحيت في الاشواغ ديالي حبها بصل تكون كبيرة في الحجم كيما اشتوني قسمتها على زوج درت نص دوكا ونص تحتافضو به فيما بعد درت هنايا قطعة من صدر الداجاج عندي هنايا نص صدر الداجاج حطيتو يتقلى معاها ذاك البصل درت التوابل شوفوا البنات درت الملح فلفل لكحل زنجابيل شوية كركم قصبر مرحي ورشاتي على القرفة وعندي هنايا سنة تعتم نسكرفجوها هاقدا معاهم ونقليو هاد صدر الداجاج ملح ملح معاها ذاك البصل حتى هاداك صدر الداجاج يتشرب كامل هاداك البناتا على التوابل ونشوفو هاداك البصل الدبال كامل ويعني وبقت الناء غير هاداك ليدا اهنايا نمرقوب كمية تاع المسخون لازم يعني يكون مسخون مندي روش كمية كبيرة لاني مانيش محتاجة كمية كبيرة تاع العصص المهم الكمية اللي تكفيني باش هاداك صدر الداجاج ايطيب ورميت معاهم شوية حميصة وانتو ما تحبو تديرو واش تحبو حميصة زيتون شامبينيون هنا لكم الاختيار بما انو انا الطاولة اللي فات كان فيها زيتون يوما حبيت نبدل درت الحميصة هاداك الطعام تاني في نفس الوقت شوفو خياتي كان تشرب كامل هادا كلمة دهنتو بشوية تعزيت ودرتو اي فور هاكدا يا يعني فاد طنجرة كيما قولوا وانا وقفة وقفة في الكوزينة قلت يعني ندير حاجة للصحور وخاصة وانو المسيو هو ليطلبها في نفس الوقت عاوت وليت لهذاك المرسو تاع الجاج لقيت وراه دخلو طياب وشوفوش بقالي يعني لاسوس كمية قليلا برق والحميصة من الاحسن تكون طيبة نص طياب هاكدا باش ما تدينيش بزا في الوقت خيادي ولا طيبوها وحدها في نفس الوقت تاني هادك الطعام ما كنتشفو معايا راهيفور ومبعد انايا هادك الطعام نعاود نشربو وفي المرة التانية رايح هنفور معاه شوية تعزبيب الكحل والصفر من الاحسن الزبيب نديرو في الوسطى الطعام هاكدا باش يعني يدخلو مليح طياب وما يبقى ناشك شغل يابس الزبيب طبعا نشمخوه في شوية تعلمام الاحسن كيما شتو تاني البنات هادك مرسو تعالجج يعني بعد ما نحيتو فتتو كامل ومبعدها جوستو في الاشواغ ومبعد خديت هنا يا مقلة حطيت فيها شوية زيت وشوية سمن حطيت هادك الكمية تعالبصل اللي خليناها في اللول قليت هادك البصل حتا دبال ارميت له هادك صدر الدجاج اللي كنت رحيتو كيمشتو بعد ما فتتو بالفرشيطة عاود جوستو في الاشواغ باش يترحى هاكدا رقيق ونحاولو يعني تانيما نرحي واش رقيق بزاف بزاف يعني لازم يكون كشو القيطع شوية باينة نقليه شوية مع هادك البصل هنا باش ميجي ناش ناشف زيتلو شوية تعالك خانف خاش حوالي نص كاس وزيتلو شوية تعالجبن المبشر باش يعطيني البنة هنا يا تحبو تزيدو شوية تعفلفلك حال ولا انا يعني مادرتش كامل التوابل وهكدا خلط لي حوالي دقيقة برق ماء هادك المكونات تندمج مع بعضها البعض ومبعدها طفيت عليها انا استعملت جبن مبشر ممكن تستعملو تاني قطعة على الجبن الابيض اذا كانت متوفرة عندكم والا دوكا خياتي هادك الجج راهو واجد الساسة تعي راهي واجدة الطعام تاني هنا راهو فار وكيمو قد كم كون دلتلو في القلب ديالو شوية تعزبي هنا خلاص تاني راهو فار راني طفيت عليه مبقت ليش بزاف خدمة في الكوزينا ونكمل الطاولة الديالي طاولة الافطر المرميطات خياتي والالابات خياتي اللي استعملتها اليوم في الكوزينا كل تعريف اللي كنتو شتوها معايا من قبل شفناها عدة مرات ولكن هاد المرة دخلت بموديل وحدو اخر يعني فيها شوية تغييرات دخلت بليدين هادو كيما شتوهم معايا لبوانيا حمورة بزاف شابين اعطاولها الشكل واناقة ما شاء الله توصلكم هاكدا خياتي دخل كارتونا لبوانيا حنا لنبلاسوهم راكو شتو معايا بزاف سهلين جي فيها شوفو هادك القدرة ولكسكاس دونك عدنا كوسكوسي هادك القدرة هايلة للشربة خياتي ولا هاكدا تحبو تفورو فيها طعام ولا رشتة ولا يعني ما شاء الله المرقة راهي الطيب لتحت ونتو ما تفورو عليها الفوقة بخومي شواتع الانوكس يعني نوعية جيدة خياتي صوليد الله يبارك ما شاء الله ميقريفين كيما شتو 18 سور 10 سن للسين شوفو الكسكاس هادك خياتي يعني شحل عالي دونك كي يحصل هاكدا مع هادك القدرة وش نقولكم راح تفور لكم في وقت قصير على خاطر ما تخرج كامل لافا باق فليكوتي هادك الطعام فورته لي في رمشة عين ومبعد تجي عدنا خياتي هات نجرة صغيرة هادي هي يلي طيبت فيها هادك القطعة تاع صدر الداجاج يعني هادي هي يلي حضرت فيها الطابق الرئيسي ديالي حتى هي ميقريفيا 18 سور 10 ستانل ستيل اه حتى هي بلغلق تحات اعزجاج بهادوكلي دوبوانية حمورة تاني بزاف شابه وجي عدنا تاني هاد المقيلة لجي شوية عالية انفيتو هادو مكامل خياتي القطرة ديالهم 20 سنتيمتر حاجة غزينا ما شاء الله يعني واحد لكاليتي هاي لبزاف بزاف وبزاف اخوات على بالي كسبو هاد المارك دولوكس اه دونك ان شاء الله ها تكونوا فرحانين بالجودة تحهم وان شاء الله لماذا لم يكسبوش مرميطات ان شاء الله تقدرو تكسبوهم اه حيعاونوكم بزاف بزاف خياتي في الطياب وجي تاني معهم هاد الكاسرونة تاني هاي اللي كانا حتى هي ديزويت سور ديستان ستيل بهادك البواني اللي راه كما يقولو عازل للحرارة نقدرو نشدوهم بكل سهولة لانهم من قبل كانوا عندهم يديدين تحهم تاع الانوكس دوك ادخلو هادو ما جدد كما كتوفو البواني تحهم بالغوج وعازلين للحرارة هادو ما وفرت هنا لا باج فيسبوكي انستاغرام دار البهجة بنسبة للسعر خياتي دارو مليون وربعمية وربعين الف والتوصيل راه متوفر لكامل ولايات الواطن والدفع راح يكون عند الاستيلة وان شاء الله ليخصوها مرميطات ان شاء الله تقدر تكسبهم ولا اي وحدة خصها حاجة ان شاء الله ربي يفتح ببعن الرزق للجامع امين يا رب العالمين في هاد العواشر هادو ما وذو كاخياتي نولو المو ملاحة تعنا هاي اللي كراهي طابت راني خرشتها من الفن دوك اليوم شاركتكم كامل التفاصيل كيفاش خدمت في الكوزينا ديالي يعني خطوة بخطوة هنا شوفوا المملاحات خرشتهم من الفن هامليكا كشتو كيفاش يخرجون فخفخين يعني ما شاء الله واحد المملاحات اقتصاديين من اروع ما يكون على بالي لما تجربوهم خياتي راكوا رايحين تدعو لي وراكوا رايحين تعتمدوا الوصفة باذن الله غير خرشتهم وهو مسخونين دهنتهم بشوية زيت الزيتون وهنا شوفوا النتيجة والله يا خياتي العجينة هادي تقولوا عليها قاطو عندها واحد لها شاشة واحد الطلاوة خدمناها اليوم شتو بتشغل طريقة مختلفة نوعا ما خدمناها بالزيت ما استعملناش الفارينة وهذا هو الشي اللي يعطاها البنة وعطاها الخفة وعطاها الطلاوة تاني وكشتو معايا العجينة اخياتي يعني يدينا ما نشرحين حطوها فيها ما يشرحها كامل اتعبكم والنتيجة من اروع ما يكون مو ملاحات يعني لشتا للصيف لرمضة الكامل الفصل الاربعة راكوا راحين تحتاجوها وراح تحمر لكم اوجهكم ان شاء الله مع افراد العائلاء ديالكم واللحة مع الضيوف ديالكم ضكاف الاخر ما بقالي فقط الطابق الرئيسي شوفوا هنا ناخدو هاد القطاعات هادو ما هاقدا تلقاوا ما عندلي بيعوا مواد الحلويات اخدو اي الشكل يكون عندكم واذا كان ما عندكمش تقدروا تديروهم الخطوه هادي تقدروا تديروها في ام بلات وولا هادوك المربعات تعال اينوكس اللي يكونوا حجم تحهم كبير ومبعدها تقسموهم ولكن هي الشكل تحاها هاقدا اللي يجي بزاف شباب ضك انا كنت ادهنتهم شوية سمنت على الواليما رشيت عليهم الداخل كامل شوية تعالى شابلوغ وناخدو هاداك الجاج اللي كنا طيبنا في المقلة نعمروهم نحاولو نعمروهم مليح مليح ونضغطو شوية على هاداك الجاج هاقدا بهاد الطريقة نعمرو ونضغطو شفتو هاداك السلسطة على الجبن اللي خدمناها لبنات كانت بقاتلي شوية كان بقالي تاني شوية تاع سافار البيض اللي درتوف هاداك المملحة على الجوانب ودنك ما نحن نرمي ووالو نحن اقتصدو لالي التبذير في هاد الشهر الفاضيل زيت هاداك سافار البيض وانتو ما اذا كان ما عندكم مش سافار البيض ولا تقدرو تزيدو حبابيط صغيرة تخلطوهم مليح مليح مع بعض مع هاداك الكريمة ومبعدا نديرو طابقا ملفوق هنا يا اخيتي كتعمرو هاداك الجاج خلو شوية واحد سينك سنتيمات خاقداك باش نخلو مكان باش نحطو هادا الكريمة هادا نوزعوها هاقدا مليح وباش تتوزع لنا مليح نخبطو شوية سنيوا ديانا نديرو ملفوق شوية تاع الجبن المبشور وندخلوهم للفرن انا طيبتهم في نفس السنوة اللي دلت فيها هادوك المملاحات وفوق نفس البابيي دون كي مرقبتكم دائما لا للتبذير وفالا ندخلوهم خيتي للفرن نحسبوهم حوالي عشر دقائق يطيبو على نار من الاسفل عشر دقائق ومبعدا نطفيو من التحت نشعلو من الفوق تاني قسمة ياخدو هادا التحميرا اللي راه هنا امامكم تحميرا تشاهي وكيكونوا يطيبو خيتي ما نحكي لكمش على الريحة وحتى البنة تحهم يجو هايلين بزاف غير خرشتهم الفرن خليتهم يريحوا شوية واحد زوج دقائق ومبعدا اخدت الموس جوستو كامل على الجوانب كي ماشتو معايا ومبعد نرفضوهم بكل سهولة وكوشتو الشكل تحهم يخرج ما شاء الله في نفس الوقت هاداك طعام بزبيب خلاص راهو واجد اه دهنتو بشوية تاع زبدة هاكدا دقاء يعني راني تهنت ومبعد يعني على الصحور يمكن دخلو برك شوية الميكروند وراح يكون واجدو لنعاود نفورو على السريع تفويرا غير خفيفا برك هاكداك وهنا لازم يعني ندهنو بشوية زبدة باش هاكدا يجي بنين هادا زبيب شوفو اش حال يعني مليح للصحة هادا الكحل والحجم ديالو بزاف كبير هادا تاني كنت شاركتو معاكم شريته من عند باب الدكان دوكا في الاخر خياتي مبقى لي برك نشارك معاكم الشكل الطاولة ديالنا والشكل الاطباق اللي حضرناها مع بعض يعني الشكل النهائي شوفوا معايا هنا خياتي هادوك المملحات اللي حضرناهم كيفاش يجوا والله من اطيب ما يكون لا من القوام ديالهم ولا من ريحتهم انا ولدي صدقوني يعني طاحوا عليهم ان شاء الله انتم تاني تجربوهم وتفرحوا بهم افراد العائلة ديالكم وتاني عندنا الطاجين اللي حلو ولا شباح الصفره ولا طاجين العازب المهم ما انا هادا تفسير عني من خلطاته كامل راه فيه شباح الصفره فيه طاجين العازب راه فيه كل حاجة المهم يعني حاجة حلو والله يحل اياماتكم وبالنسبة للشربة ما نكذبش عليكم كنت عندي شربة تاع البارح تاعا فيغميسل كنت نقصت شوية منها مقبل ما ندير الفغميسل وم بعد نرميو الفغميسل ديالنا هاكدا يعني راح تبان جديدة نعودو لها شوية حشا وشوية حشي شوية نعنع نعودو لها شوية توابل يعني صدقوني واحد ما حيفيق لكم تبانك شغول هادا كوين طابت طابت جديدة والا تاني الطابق الرئيسي في شكله النهائي هاولي كان اللي حضرناه مع بعض تاني بزافة بنين خياتي والشكل تاع وراقي ما شاء الله وهنا وم بعد انتو ما نعطيت لكم الفكرة تاع هادا كالجاج وم بعد انتو ما تلعبو فيه كي ما تحبو تحبو تقدموه معا حميصة تحبو تقدموه بالزيتون تحبو تزيدو الو ديبولات تاع الجاج تكوبروهم وتقليوهم تحبو تديرو شامبينيون الى عندكم ضيوف تقدرو تزيدو قطع تاع الدجاج تحمروهم تاني يعني تديرو الجاج في الزيادة بزيادة عفوين في هادي كلاسوس وم بعد هاداك صدرت نحيوه ترحيوه ولقيت على الاخرى تاني تحمروهم وتقدموهم مع الطابق ديالكم هذا تاني الى تاني كي نعد افراد العائلة بزاف تقدروح تتقليو معها بطاطا وتزيدوها والله غري يعني واحد الطابق وش نقولكم يشهي وبزافة بنين شاهدكم في الصحاخيتي وصلنا لنهاية تعالى فيديو تعالى نهار اليومة ان شاء الله للوصفات اللي اقترحتها عليكم اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها هم تفرحوا بهم افراد العائلة اديالكم ما تنسونيش خياتي بالدعاء ما تنسونيش بجاملنا فيديو شجعوني بتعليق نقولكم صحة رمضانكم صحة صيامكم ته الله في صحتكم ته الله في روحتكم ربي تقبل منه ومنكم صالح الاعمال احبكم في الله في امان الله